العيان بشتكي straight forward مباشر أنا ما بعملش حمام دي أكتر حاجة العيان بيشتكي منها وطبعا بيطرطب عليها الانتفاخ والمغص وحساس بالامتلاء وعدم القدرة على الأكل ولما يأكل الكميات قليلا يحس أنه هو شبع وأن بطني منفوخة مش عارف أخذ نفسي ومش عارف أنام كويس بنام ونرفع المرتبة المخدة كل الأنماط دي نتيجة التخزين الساعة بيبقى فيه أعراض عامة زي التعب بسهولة زي الصداع وبيبقى مستمر عدم التركيز ساعة لون الجلد نفسه بيتغير بانتراكم الفضلات يعني إذن إحنا الإخراج ده حاجة العينين مش متنبهين لها إنه هو ظاهرة طبيعية لو حصل فيها مشكلة بيبدأ العيان يشتكي من أعراض أخرى مش أعراض الإخراج بس 80% من المرضى بيبعرفين بيجي يقول أنا ما بعملش حمام مش عارف أعمل حمام شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة